السلام عليكم في الفيديو ده هنشوف ازي تاعمل مع الأوثنتيكيشن بتاع noth allocation معنى العمليات زي sein up والlogin والlogout وهي دي قول لي عشان استخدم اي mote feature من الفيتشورز بتاع noth استخدم نستخدملى fire store استدعينا الموديول Firestore تعالى الاول اعمل الضبط بتاع البروجيكت بتاعنا هادخل على صفحه الاثنتيكيشن الفيرباز بتقدم لك ميسوز كتير ممكن تعمل بيها sign up او sign in ممكن مثلا تعمل sign in بجيميل لو عم تدخل على مقه بقولك sign in with google او sign in with facebook الحاجات دي برضه ممكن تعملها هنا بالفيرباز عادي بتاع sign in method هيجيب لك هنا كل المتاح تعمل بيها authentication بتاعك الايميل والباسورد ده العادي بتاعنا اليوزر يكتب ايميل ويكتب باسورد وهعمل له اكاونت بالايميل والباسورد جوجل الي هو يعمل sign in بجوجل وبرضه فيسبوك وفي تويتر وجيتهوب عشان استخدم اي feature من دول لازم اشغالها الاول يعني هنا الاستيب بتاعه لازم اخليه enable هاضغط هنا كده عشان اعمل تعديل واقول له اعمل لي enable لدي ونبل لدي واقول له save كده انا قدر اعمل authentication او اعمل account بالايميل والباسورد ده الجميل هرجع للتاب بتاع اليوزرز بيظهر لي هنا كل اليوزرز اللي عاملين اكاونت في الموقع بتاعي يعني لو عايزش مثلا قام يوزر عامل اكاونت في الموقع بتاعك والكلام ده طبعا هنا مفيش لسه حد اعمل حاجة فهي فضي ليجي بقى للبورجيكت الانجولار بتاعنا هاجي هنا هقول له import الانجولار وهنشوف اسم الموديول كان شوية from at angular slash fire slash ost ost اللي هي اختصار الاثنتيكيشن دي اللي فيها الموديول بتاعنا اللي مسؤول على الاثنتيكيشن زي الموديول بتاع firestore كان موجود جوه firestore هقول له هنا import الانجولار fire ost اسف انجولار fire ost موديول وحطه في الاري بتاعت الامبورتس بتاعتي هنا انجولار fire ost موديول طب جميل كده انا استدعيت الموديول نجي بالخطوة اللي جاية الخطوة اللي جاية ان انا اعمل service اجمع فيها الاقواد اللي مسؤول عن الاثنتيكيشن فاقول له nggs services slash ost عشان يعمل لي service جوه الفوردر اللي اسمه services هو بيقول لي ملفات already existence يعني هي موجودة قبل كده طب جميل هفتح اللي هو service بتاعتي ملف service عشان اشوف بقى الاقواد اللي انا هبدأ اكتبه هعمل شوية الميسود المسؤولة عن الاثنتيكيشن زي مثلا sign up login login وال log out هشوف كل ميسود هكتب فيها ايه اول حاجة sign up المفروض ان انا في الموقع بتاعي اه لو انا مثلا اعمل sign up اكتر من طريقة فانا اعمل مثلا مثل 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 لكل واحدة يعني مثل الثان اب بالاميل والباسورد او sign up بجوجل او فيسبوك او ايا كان المثلز اللي انا هستخدمها هعمل يعني function لكل واحدة انا هنا عندي مفيش الا الايميل والباسورد بس فهي مثل واحدة او function واحدة كفاية انا هعمل sign up بالاميل والباسورد اللي هما هيجولي من هنا كده المفروض اللي اسمها sign up اللي موجودة في ملف sign up component تي اس دي اللي هبستدعيها لما اعمل submit للفورم فدي اللي هتعمل لي account فالمفروض دي اللي هتستدعي function دي يعني sign up بتاع component تستدعي sign up بتاع service عشان يعمل لي الاكاونت بتاعي انا هعمل اكاونت بالاميل والباسورد فلازم المثل دي هتاخد الاميل والباسورد طيب جميل ازاي بقى اعمل اللي هو account اول حاجة هعمل inject فاقوله private inject للموديول بتاعي اللي هو angular fire os فقاله private af os والنوع بتاعه angular fire os طيب جميل هاجي هنا بقى هقوله زي stop af os دي كده فيه شوية اللي هي هتساعدني ان انا اتعامل مع الاثنتيكيشن بتاع fire base هقوله dot يظل هنا شوية بروباريتس كده اول بروبارتي الاث وهي دي المسؤولة عن الاثنتيكيشن فيه الاثستات دي اللي بتوضحلك الحالة بتاع الاثنتيكيشن دلوقتي يعني مثلا اليوزر عامل لوج ان ولا لا ممكن طبعا قبى فتح الموقع ويبقى عامل هو لوج ان لوحده اذا عاملت الفيس انت عملت لوج ان مرة لما بتقفله وتفتحه تاني بتلاقيه عامل لوج ان لوحده برضو الاثنتيكيشن بتاعت بتعمل كده يعني انا مجرد ما اليوزر يعمل لوج ان في الموقع بتاعي لما يقفله ويفتحه تاني فهو هيعمله لوج ان اوتوماتيك مش هيطلب منه لوج ان تاني طيب دي كده اللي هي الاثنتيكيشن في اليوزر دي فهم علومات عن اليوزر الحالي فاقول له اوس هادخل على البروبارات الاسمها اوس واقول له ضب فيه هنا بقى هنا شوية يعني بتساعدني في بتاعي اول حاجه تهمنا دلوقتي اليها create user with email and password create user with email and password ده الي هتعمل الـ user بالـ email والـ password فيه current user دي فهم علمات عن اليوزر الحالي برضو فيه هنا شوية yk methods فيه method اليها send password reset email ده بيبعث email لـ user طبعا بيبعتوه على الـ email اللي هو مسجره في الموقع ده اللقاء عشان يعمل ريسيت للباسورد وفي هنا اردو شوية حاجات سين ان ويز ايميل اند باسورد دي عشان يعمل سين ان بالاميل والباسورد هنشوفها بعد شوية في هنا سين ان ويز بوب اوب دي عشان يعمل سين ان بالحاجات الليها زي جوجل والفيس والحاجات دي ودي السينتاكس بتاعها مختلف شوية يعني لو دخلت هنا في الدكومنتاشن بتاعها دخلت على فرد ضرورة القس لاجت ستارتد هلاقي هنا مثال بسيط هو عامله مستخدم فيه المسود اللي هي سين ان ويز بوب اوب وبيديلها اوبجيكت جديد يعني نيو يعني بيعمل اوبجيكت من حاجة معينة الحاجة دي اسمها جوجل قس بروفايدر ده عشان يعمل سين ان ويز جوجل اللي هي المسود دي وديت موجودة جوه اوبجيكت اسمه اوس طيب الابجيكت اللي اسم اوسي ده موجود فين ده عامله استدعاء من الفاير بيز سلاش ااب طيب جميل ده لو هو عايز يعني تستخدم مسود من المسود اللي هي الجوجل او الفيسبوك طيب انا يا كل مسود اسمها شريحة يعني هنا جوجل اوس بروفايدر يعني بروفايدر حاجة مقدم او مزود خدمة للجوجل اللي هو الاثنتيكيشن بتاع جوجل عن طريق اللي هو الجيميل طيب نرجع لموضوعنا هقول له هنا create user with email and password هنا هيقول لك انا عايز الاميل والباسورد فهقول له خد الاميل وخد الباسورد طبعا دول اللي جايين من الفانكشن بتاعتي الفانكشن وقدها قبراميتر طيب جميل طيب هنشوف المسود دي بترجع ايه لو قفت عليها كده هيقول لك انها بترجع بروميس بيعمل حاجة بروميس بيعمل حاجة او يوزر جريد جريدتشال الكلمة دي جريدينشال ما علينا هو بيعمل بروميس يعني بترجع بروميس طيب انا بروميس ده قلنا طبعا زي ما احنا عالفين ان بروميس بيقى فيه .zen و .catch زن بتتنفذ لما البروميس يتحقق و .catch بتنفذ لو حصل طيب انا هنا هعمل البروميس ده عشان اقدر استخدمه من خلال الكمبوننت بتاعي لما اجي استدعي الفانكشن بتاعتي طيب جميل اجي هنا بقى في الكمبوننت واستدعي الفانكشن اللي هي اللي موجودة جوه القص سيرفيس طبعا هعمل له انجيكت فهقول له private as تصار القص سيرفيس من نوع قص سيرفيس واجي هنا بقى الفورميس التاعتي طبعا هعرفين انها جواها object معي فهقول له هنا let مثلا data بتساوي form.value طبعا هعرفين ان البروبرتي value عبارة عن object فيها القيم اللي متخلة هنا في ال input بتاعتي يعني لو جيت هنا عمقلت له console.log لل data وتعالوا كده نجرب نعمل save all ونشوف لو في عندنا اي error ولا حاجة نشوف اللي هيظهر لما اطبع لي ال data بتاعتي طب ال email الاسم اكتب اي حاجة email password وحدين ثلاثة اربعة خمس ستة confirm وحدين ثلاثة اربعة خمس ستة ال address اي حاجة واقول له create account طبعا لي object فيه ال address وال email وال name وال password وطبعنا ال confirm password يعني انا مش محتاجها في حاجة انا محتاج بس الاربع دول طيب هاد ارباة ان انا اوصل ال email وال password من خلال اللي هو يعني ال object بتاعي هاجي هنا بقى اشيل له ال console للتروج دي واقول له this.as.signup سريع المسود اللي اسمها signup هتقول لك انا عايز ال email وعايز ال password ال email موجود فين موجود جوه data.email فاقول له data.email طبعا مش ظاهرة هنا تكملة ليها انه مش شايف انه جوه خاصية email لان ال data كده بالنسبة له عبارة عن any مش object ما يعرفش برضو ان value ديت عبارة عن object يقول لك ده هي برضو طيب فانا لازم اعرفوا ان ال data دي عبارة عن object فيها شوات خصائص معينة فهاجه اعمل له انترفيس هنا كده خاصة بال user بتاعي هقول له هنا new file مثلا نسميها user .interface .ts وقول له export interface اسمها user طب الانترفيس دي جوه اي هقول له جوه خاصية اسمها email ودي نوعها string وخاصية تانية اسمها name برضو نوعها string وفي ال address نوع string وفي password برضو نوع string طب جميل واجه هنا اقول له ان ال data دي النوع بتاعها user user فهو هيعمل لي import user من ال انترفيس بتاعتي طبعا هنا اسمي من رفنا اسحرف مش مشكلة واجه هنا اقول له data بدأ يظهر لي ال properties بزعتي data.email و data.password طب جميل ده ده كده بقى فيها البروميس بتاعي اللي هو راجع من الفيربيس اطبعها فهقول له .zen function ينفذها لو حصل ان البروميس اشتغل ونجح والامر تنفذت و .catch اللي هي function ينفذها لو حصل اي ارر طيب .zen هقول له تاخد لي ال data اللي راجع من الفيربيس وتطبع هالي عشان نشوف ايه اللي بيجي من الفيربيس لما يكاريت اللي هو الايميل بتاعي طبعا اي حاجة موجولة بالنسبة لك اطبعها ممكن تكون الفيربيس ما ترجعش حاجة فهيطبع لك مقناة data دي عادي جدا وال error واقول له console.log لل error جميل واعمل save all في الانترافيس مش عايزهم سنعمل reload الاس اي حاجة الايميل عملت ايميل password 23456 confirm 23456 الادرس اي حاجة وقول له create account ظهر لي هنا error بيقول لك sign up isn't a function هو تقريبا ساعات بيحصل خطأ يعني في الحفز ملف اللي هو service فانت افتح ملف في service ويعمل له save تاني والخطأ ده هيروح ممكن يكون الخطأ ده من عندي او عادي مش عارف ما علينا اه اكتب البيانات تاني 123456 123456 ادرس اي حاجة اقول له create account ظهر لي error من firebase نفسها طب انا اللي عارفني ان ده error مش اا يعني مش function بتاعت zen اللي هي دي دي مش ال data اللي جايه error اللي انا هو بيقول لك email already in use email مستخدم قبل كده بقول لك زي email address zero in rose by انظر account يعني فيه account جديد طب دي بالمنطق هي error مش ما انت هتعمل account هيقول لك هيعمل لك ال account يقول لك ده email في حد تاني مستخدمه طبعا دي مش منطق ولو عايز تتاكد اكتر ممكن نتبع حاجة هنا كده جنب error طبعا ما هقول له error كلمة error error وبعدها هتبع error بتاعي هعمل save تاني واجرد تاني بنفس ال email واتنين تلاتة اربعة خمس ستة واتنين تلاتة اربعة خمس ستة واتنين تلاتة اربعة خمس ستة address اي حاجة create account اه قال لك كلمة error وطبعا ال error بتاعي طبعا دي انت ممكن تستخدمها في ان انت تظهر error هنا كده لليوزر يعني بعدا ما يضغط على create account تعرضه مثلا الرسالة التنبيه صغيرة تحت هنا كده فيها ال error بتاعك فاجي هنا كده هقول له طبعا ال error عبارة عن object فيه خاصة اسمع message انا هطبع للميسج بتاعتي طبعا احفظها في متغير هنا كده عشان اقدر استخدمه في ملف ال HTML هسميه مثلا error message نوع string والكيمة بتاعتها string فاضي وقال له this dot error message بيساوي error dot message واجي هنا في ملف ال HTML تحت الزرور هنا كده او تحت الفورم هعمل div dot alert dot alert danger danger ولو يظهر في ngf لو فيه error message واطبع جواه اللي هي الميسج بتاعتي layer error message اعمل save نجرب كده اعمل زهر اللي هو div بتاعي طبعا ممكن تعمل مسافة بينهم تنسي او حط هنا PR وخلاص الموضوع انتهى ما لين نرجع نشوف اه انا كده كده احنا شوفنا اللي هو error عازي بقى نشوف ايه ال data اللي بترجع من Firebase لما يعمل account هدخل هنا في ال project بتاعي tab بتاع اليوزرز وانا بيظل هنا اليوزرز بتوعي ممكن انا اشيل اليوزر هدغط هنا كده واقول له delete account هيعمل لي delete الاكاونت بتاعي اشيل دي كده واقول له هنا كده اقول له create account تعني الرسالة زهرة لان هي لسه موجودة المفروض هنا لو لو عمل الاكاونت هنا برضه في console.log جما يتبعها اخلي دي يعني النص بتاعها فاضي عشان الرسالة تروح طيب تعالوا دلوقتي نشوف البيانات الي راجعها لي هنا كده هنا شوية بيانات مش عارف ايه اا additional user info بيقول لك provider id password و is new user بيقول لك true في هنا object اسمه user ده في مجموعة بيانات مهمة عن اليوزر بتاعي طيب في شوية حروف وحاجات غريبة كده ما تهمناش في حاجة احنا اللي يهمنا منها ده ال property d uid uid دي اللي فيها ال id بتاع اليوزر بتاعك طيب في هنا foot url بنل و phone number بنل دي بيانات ممكن تخزنها في الاكونت بتاعك برضو عادي وهنا ال email email verified بفولس يعني بولك هو عمل فريفايل للاميل ولا لا لو انت عايز مثلا لازم يعمل فريفايل للاميل بتاعه ممكن تعمل تشيك على الخاصية دي او الاسم بتاع اليوزر بنل هو اسم ما حديدش حاجة طبعا الحاجات دي تموكن يعني تعدلها ليه display name و تاني وال photo url و اظن الفون نمبر والحاجات دي بس احنا احنا نحفظ اليوزرز بتاعتنا والبيانات بتاعهم هنحفظها في الفاير ستور فما لاش احنا علاقة بالكلام ده طيب هاجي هنا uid دي اكتر حاجة تهمني لان اديلي فيها الاي دي بتاع اليوزر لو فتحت هنا التاب بتاع اليوزرز اعمل رفريش هزهر الي ان فيه اكاونت فلاني عامل الاكاونت بالاميل الفلاني وده الاي دي بتاعه user uid يو اختصار اليونيك هي الفاير بيز كل اكاونت بتدله يونيك اي دي خاص بي طيب جميل انا هيفيدني بايه الاي دي ده احنا قلنا ان انا هاحفظ البيانات بتاع اليوزر في الداتا بيز بتاعتي في الفاير ستور طيب هاحفظها فين؟ هاحفظها في collection اسمها users collection قلنا ان هي مجموعة من document وكل document يبقى ليها اي دي معين انا عايزي الدكومنت اتعبر عن اليوزر ده فلازم اخلي الاي دي بتاعها بيساوي الاي دي بتاع اليوزر لان انا بقدر اوصل للاي دي بتاع اليوزر فيعني احسن لي ان انا اخلي اي دي هو هو اي دي اليوزر عشان لما اجي اوصل للدكومنت بعدين طيب جميل هاجي هنا بقى ونشوف ايه الحاجات اللي احنا هنعملها اقول له اول حاجة this.errorMessage بيساوي string فاضي قبل ما ننسى نيجي بقى للجزء اللي جاي بعد كده اللي هو المفروض ان انا هاحفظ ال data بتاع اليوزر بتاعي احفظها جوه ال fire store جوه collection بتاع ال fire store اول حاجة هعمل service عشان اجمع فيها الاكواد المتعلقة باليوزر نفسه زي مثلا ان اضيف اللي يلمع علمات بتاع اليوزر اعدلها يعني اما يشتري حاجة دي في القيمة المشترات بتاع تقل حاجات دي فهجمع الاكواد دي او الفنكشن دي اجمعها في service الوحدة فاقول له نجي جي اس سيرفزز سلاش يوزر هعمل لي هنا ملف هفتح ملف تاب سكريبت بتاع السيرفز انا هتعامل مع الفير ستور فهعمل له انجيكت لي هقول له برايفت fs من نوع angular fire store هاجي اول او اسف اول فنكشن عندي اللي هي add user او add new user المفروض ان هي تروح الى collection اسمها users الى collection هنا كده اسمها users تعمل جواها document باسم ما او با اي دي ما اللي هو بيساوي الا اي دي بتاع اليوزر اللي احنا عرفنا هنجيبه من خلال ال data اللي اتطبعت في ال object هنا اللي هو u id و تضيف لي شوية بيانات فيه طيب ايه البيانات اللي انا محتاجها البيانات اللي انا عايزة اا اللي هي اللي احنا كدبناه هنا في اليوزر في الانترفيس بتاع اليوزر اللي هي الايميل ال password ال address وال name انا عايز بس هنا اللي انا عايز اضيفه اللي هو ال address وال name طبعا الايميل والحاجات دي كلها موجودة في ال data اللي هي الاكونت بتاع ال firebase فهي هتاخد هنا كده ال name وال address بس كده لو عايز انت باد تزود حاجات تانية زودة وطبعا لازم تاخد ال id بتاع اليوزر لان ده اللي هتعمل بيه ال document ده هتقوله ال document اللي فيها ال id فلاني او اعمللي document ب id كذا وحطيلي فيها ال data دي عشان اتعامل مع documents لما اجينا اتعاملنا مع collections استخدمنا مثل اسمها collection دلوقتي بقى عشان هتعمل مع document هستخدم مثل اسمها doc وبردو هتاخد الباص المصار بتاع document بتاعي المصار بتاعها users slash ال id ده يعني ال id اللي هو ال user الدهول الدهول فاعمل هنا string موكاتينات واقوله هنا id طبعا يعني لو لاحظته ان لما اجينا اتعاملنا مع collection كان المصار اللي كتبناه هنا كان كلمة واحدة بس لكن هنا كتبنا كلمتين المصار بتاع collection دايمان عدد فردي واحد ثلاثة خمسة سبعة وكذا لكن المصار بتاع document دايمان عدد زوجي لان الدكومنت بتبقى موجودة جوا collection فهنا كده الدكومنت دي المصار بتاع قدز سلاش كزا طيب هنا قدز نفسها المصار بتاع اللي هو قدز بس مفيش حاجة لان هي دي collection اسية طيب لو collection جوا document هيبقى قدز سلاش m7 مش عارف ايه سلاش واسم ال collection بتاعتي اللي هو تلاتة فدايما ال collection المصار بتاعه عدد فردي طيب كده انا وصلت للدكومنت بتاعتي هعملي بقى هقوله dot عندي هنا شوية methods بقى او المسلد delete دي بتحزفها في المسلد اسمها set set دي بتضيف data في الدكومنت بتاعتك بتضيف data لو الدكومنت مش موجود تعملها طيب انا هنا مش عامل document بال id ده هو بيعملها لانها مش موجودة update لما بتعمل update ل data معينة ولازم الدكومنت تبقى موجودة لو الدكومنت مش موجودة هيقولك ما رفقش فيه value changes دي بتجيب لك data لجوه document بتاعك وفيه snap shot changes برضو بتجيب لك اللي هي data لجوه document بس لما قلنا في collection كان الفرق بينهم ان snap shot بترجع لك ال id لكن انا انت عايز تقرى data لجوه document فمش محتاج ال id بتاعها فتسخدم value changes على طول احنا دلوقتي عايزين نضيف data فهقوله dot set هلا كنا بتاخد object اسمه بتاخد data وهي عبارة عن object اتفدلها ال object اللي فيه data اللي انا عايز احطها ال data يعني او كل خاصية جوه ال object ده بتقبر عن field معين جوه الدكومنت بتاعتي يعني مثلا هنا field اللي اسمه name والكيمة بتاعته بنانا ده كده طيب انا عايز هضيف خاصية اسمها name والكيمة بتاعتها تبقى name وخاصية اسمها address والكيمة بتاعتها تبقى address ممكن له name ونقطتين name وaddress والنقطتين address وطبعا فيه اختصار اللي هو اسم البرباريتي هو هو اسم المتغير اللي فيه القيمة زي هنا كده الكيمة موجودة فيه متغير اسمه name والبربرتي اسمها name فممكن اشيل دول كده واكتب بس اللي هو اسم الخاصية بس كده ده كده هو automatic هيروح هيعمللي document بالid بتاع اليوزر او الid اللي انا مرر تقوله ويحطلي فيها ادات دي نيجي بقى لان انا استخدم المسود دي هنا برضو هعمل inject اليوزر service قاله هنا private us من نوع user service واجه هنا اقول له this dot us dot add new user يقول لك ايه ال id بتاعه طيب انا كلهم من نوع any ممكن انا حدد انه نوعي بس string قلنا ال id موجود جوا ال data ال data اللي راجعلي من database dot user dot uid ده ال id ده ال id بتاعي عمل حد طيب جميع ايه الاسم بتاعك الاسم موجود جوا data dot name طبعا هنا مش 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 تظهر لي name لان data هنا هو هياخد اللي جوا المسود دي البراميطر اللي انا امرره هنا ده مش هياخد data دي فانا ممكن انا اغير دي بدل data خليها result واجينا اقول له data dot name فاظهر لي فهو عارف انه هيستخدم الموجودة جوا الفورم او جوا الفونكشن دي مش هيستخدم الجوا الفونكشن دي طبعا كلنا عارفين اللي سكوب فاقول له برضو data dot address بينهو name والaddress دول طب جميل برضو هنا ادي كده وقفت عليها الا اي بيرجعلي او فين set set بترجعلي promise حامل له هنا return لو قفت هنا هتلا بيقول له promise void void يعنيه promise بس ما بيرجعش اي data زي هنا كده promise بس في result في data بترجع فما كانش نوع promise او كذا لا لو شفت هنا كده نوع هاني احنا مش محددنا في السيرفيس بتاعتي لك لو قفت هنا جيت في السيرفيس هلي بقولك promise والنوع بتاعه firebase dot us dot current مش عارف ايه ايه دي ال data اللي ايه جواه ما علينا كده اا انا عملت اللي هو الاكونت بتاعي بتاع اليوزر وحفظت ال data في fire store طيب بعد كده هقول له هنا زن هنفذ امره معين لما ال data تتحفظ طب ايه الامر ده انا عايز بعضا مكاريت الاكاونت والكلام ده كله يعملو ريدايريكت يرجعو للهوم نواقا في الصين قبل ارجعني للهوم عشان اعمل ريدايريكت قلنا ان انا يستخدم اللي هي السيرفيس راوتر فاقوله هنا برايفت راوتر من نوع راوتر طبعا راوتر بعمل لها اا لها امبورت من انجولر سلاش راوتر وقوله هنا this.router.navigate ودي له هنا المسار بتاعي هنا برضو عبارة عن array فقوله array كده وفيها المسار اللي هو سلاش طب جميل طبعا نعمل save all نيجي في البروجيكت الفيرباز ادخل على syndication اعزف الاكاونت اللي انا عامله اعمل اكاونت بنفس اا بيانات نزل دي كده الصور زار ارور بيقولي اه مفروض ان احنا يليه ان ارور دايزر لو حصل ارور هنا في اللي هو بتاع السين اب طيب بتاعكم ده نشوف عامل اكاونت ولا لأ اه عامل اكاونت طيب ايه المشكلة بقى هالو انا عامل اينا كده كده اقول له console.log للأرور اللي راجع لك وهنا كده اقول له .catch البروميس بتاع اللي هي الفير ستور نصفح انه بيضيف الداتا في الفير ستور اه الارور برضو اعمل لي console.log للأرور ما نشوف ايه الاخطاء دي جاي من ايه طيب انا اكتب هنا كده اا اف اس تصير الفير ستور وهنا كده عند الارور ده هكتب حرف الايه ايه تصير لان ايه حاج عشان بس احدد هو الارور بيظهر من هنا ولا بيظهر من هنا طيب او اعمل save بناعمل save للسيرفيس بتاعنا كده معلقة عندي اشيل الكلام ده delete account يتحزف. اشكلة في الشبكة اعمل تاني. واعمل اكاونت تاني برضو. اه عجيب. محصلش اي ايرو. واشتادن. اعمل كده. اشوف الداتا تحفزت في الداتا بيز بتاعتي. هلاقي اي عملي هنا اسمها يوزرز فيها اي دي اه فيها الاي دي بتاعها نفس الاي دي بتاع اليوزر. يعني هنا ام ار ان بي. لو دخلت هنا على هلاقي ان الاي دي بتاع اليوزر بتاعي ام ار ان بي. والداتا حفزلي فيها اللي هي الداتا بتاعتي اللي هي النام والادرس. يوزرز. بتاعتي. الداتا المحفوزة فيها اللي هو الادرس. الهابل اللي انا كتبه ده. والنام اللي هو حرف ادي. طب الاليرت كان زهر ليه ومعملش الكلام ده. الله اعلم. ممكن يكون كان بيستهبل او حصل اي حاجة. ما علينا نشيل بقى الكلام ده ملوش اي لازمة. اه هنا في اه كاتش الارور ممكن اكتب هنا. يعني لو حصل اي ارور في حفز البيانات في الداتا بيز. طب اشيلا انا مش هعمل اي حد لو حصل اي ارور في حفز الداتا بتاعتي. اه كده الجزء الاولان من الاثنتيكيشن خلص. اللي هو ازاي اعمل sign up. وازاي احفز داتا في الفاير ستور. في دوكمنت معي انا. عن طريق ان انا بحدد اه اللي هو راح فين. هنا. بحدد الاي دي بتاع الدوكمنت وبستخدم المسود اللي هي set. طب ازاي احفز داتا في كوليكشن. وهو يعني اه لما جاي شعنا الفاير ستور في البداية قلنا ان انا باحفز داتا هو بيعمل الاي دي لوحده. ما بكتبش انا الاي دي بتاع. الكلام ده هنشوفه بعدين برضو. ازاي تحفز داتا في كوليكشن هو يعمل الاي دي بتاعها وبتاع الدوكمنت لوحده. اه كده درس بتاع النهار ده خلص. شوفكم الدرس الجاي وهنبدأ نكمل في الوثنتيكيشن ونشوف ازاي اعمل sign up وازاي اعمل log out. وازاي يعرف ازا كان اليوزر بتاعي اه يعني عامل log in ولا لا. اه وطبعا لو عامل log in اغفيله شوية حاجات من. اغفيله شوية لينكات من النهار بتاعي. الكلام ده هنشوفه في الفيديو الجاي. هنشوفك في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.